تونس أوضع 33 نائبا في مجلس نواب الشعب عريضة طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ضد مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية وذلك بعد تصديق المجلس عليه ثانية إثرى رنبه من رئيس الجمهورية حسب تصريح خبراء لتلفزيون العربي فمن المنتظر أن ترفض الهيئة هذه الخطوة شكلا لكن الطعن سيكون بعد القراءة الأولى للقانون وهو ما لم يحصل يذكر أن الأجال الدستورية لتصديق الرئيس التونسي على تعديلات تنتهي مساء اليوم من تونس ينضم إلينا مراسلنا علي القاسمي علي أهلا بك الجدل كبير في قبة البرلمان التونسي والسبب التعديلات على قانون المحكمة الدستورية السؤال هل سيصدق الرئيس أم لا اليوم في الحقيقة حسب آخر المعلومات التي وصلتنا أو حسب قراءة خبراء القانون الدستوري للخطوة التي قام بها النواب الثلاث وثلاثون الذين قاموا بالاعتراض على التنقحات المدرجة على قانون المحكمة الدستورية فأن هذه الخطوة التي قاموا بها تبطل الأجال الدستورية التي وضعها الدستور والتي من المنتظر أن تنتهي هذا المساء إلى حين بدت اللجنة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في هذا الطعن وإصدار القرار النهائي بشأنه وهنا نحن أمام السيناريوهين اثنين يعني السيناريو الأول أن هذه اللجنة الوقتية ستقوم بمراجعة أو بدراسة القانون قانونيا ودستوريا واستسيط الضوء على النقائسة الدستورية والإخلال الدستورية فيه من ثم إعادته إلى رئيس الجمهورية الذي سيقوم بإعادته مرة أخرى إلى المدنس الرواب الشعب لدراستها وإعادة تصويت عليه وتعديله وهناك أيضا خطوة أخرى يرجح كثير من الخبراء في القانون الدستوري الذين تحدثنا معهم منذ الصباح بأن اللجنة سترفض هذا الطعن شكلا باعتبار أن الطعن يكون في القراءة الأولى وهو ما لم يحصل وتم المرور مباشرة إلى الرئيس الذي أعاده إلى البرلمان دون أن يقدم أي مؤخذات دستورية في شأنه بالتالي المرجح الآن بأن تقوب الهيئة الدستورية برفض شكلا هذه الخطوة أو هذا الطعن المقدم من النواب في انتظار ذلك ستقوم في انتظار ربما المدة الزمانية التي ستأخذها لمراجعة ذلك وإصدار حكمها النهائي بشأنه علي القاسم من تونس شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر